أشرف عبدالغفور الفنان الكبير لما الحقيقة بتشوف المشاهد فناننا الكبير أشرف عبدالغفور بتحس بأنه يعني ابن حد من العيلة يعني قريبك قريبك يعني دخل البيوت المصرية حبيب وقريب لكل المشاهدين ويمكن دي الشرارة الأولى للنجاح إنه الناس فتحت البيوت فتحت التليفزيون فلاقيت حد شبه ولدها وشبه يعني شبهها هي من جوة فنان كبير بمشوار كبير وبمناسبة التكريم الخاص اللي كان موجود في مهرجان المسرح القومي يعني قررنا احنا كمان في التاسعة بإن إحنا يكون لنا حق إن إحنا نقوله ألف مبروك على المشوار وألف مبروك على التكريم ومنورنا في التاسعة الفنان القدير أشرف عبدالغفور مساء الفل مساء الورد يعني بجد وأنا بشوف اللقطات دي دي لقطات يعني في بداية المشوار بالذات اللي في الأول البداية والنهاية في البداية والنهاية لا مفيش نهاية ففي البداية يعني قد إيه كنت قريب من الناس يعني أنا عايز أعرف النقاط كتبوا عنك إيه في أول المشوار أول طلتك والله هو في أول طلتك كانت يعني اللي عملت الاحتكاك المباشر مع الناس كانت القاهرة والناس طبعا وسلسل وفي القاهرة والناس أنا كنت بعمل في المرحلة الأولى من الحلقات الشخصية اللي الناس مش مفروض تتجاوب معاها يعني كنت بعمل شخصية الأخ الأكبر المتطلع الطموح اللي كل طموحاته زائفة اللي ممكن يركب على كتاف إخواته وأبوه أمه عشان يوصل اللي هو عايزه لما بيعرف بنت بيعرفها عشان عندها عربية أربعة خمسة متر وغنية فكانت كل طموحاته زائفة فكانت شخصية معقدة ومركبة جدا والمفروض أن الناس ما تتجاوبش معاها وفي المقابل كان زميل العزيز أراح النور الشريف بالشخصية الأيديا المثالية اللي لازم تتحب تتحب يعني فأنا ما كنتش يعني في الكفة الراجحة قوي في المرحلة الأولانية من ناحية الناس أنا كنت مخلص جدا في أداء الشخصية ولكن أنت تقول إنه الناس تكره بس الناس يعني ملامحك أصلها فيها طيبة أصل بعد كده بقى بعد كده أنا دخلت في مرحلة الولد الجديد ده اللي وشه هادي أيوة واستدوه بقى في الأدوار الرومانسية والأوفر رومانتيك وهكذا لغاية وعملت شوية كده لغاية ما تمردت بقى لقيت نفسي حتقولب وحتحط في الآلب ده فتمردت وابتدت أدخل في أدوار الشر وهكذا لكن حيظل الوجه الهادئ ده وأنا يمكن مسألة الوجه الهادئ دي اتحطت حتيها خطوط كتير جدا في فيلم لاشاق أرهم أنا عملت فيلم اسمه لاشاق أرهم طبعا إخراج حسين كمال وكنت بعمل فيه شخصية متميزة جدا يعني والنقاط كلهم ساعتها كان يعني واخداهم قوي مسألة الوجه السينمائي الجديد الهادئ دي بس يعني ده بالنسبة للوجه ده